طيب هرجع لزيارة النادي الاهلي وخليني اقول لحرارك ان البعض قال ان من ضمن الزيارة انه هيتم تقصيد الموافقة موافقة مجلس النادي الزمالك على تقصيد غرامة محمود عبد المنام الكهرباء لم نتطرق لاي موضوع داخل هذه الزيارة ولا قبل هذه الزيارة ولا بعد هذه الزيارة بخصوص اي مشكلة قائمة اي مشكلة هذه الزيارة كان اساسها المبركة على نجاح المجلس كان معادها بعد الانتخابات على طول وتم تأجيلها يعني بظروف الله يرحمه الوزير العملي فاروق الله يرحمه كان اخي عزيز وفاضل يعني الله يرحمه الشخصية عظيمة جدا يعني انت عزينا لأسرته الكريمة طبعا وتأجلت الزيارة ولغاية ما جات اول مبارح يعني ماينفعش حتى ناس جايين يزورونا فانت بقى ايه بقى اخبار الديون واليعني او يكلم معنا في حاجة يعني ماينفع اعتقد انفعت الحاجة حاسة اللي بيقولها اللي بيقولها يعني سازج شوية يعني مش منطقية يعني واحد جاي يزورك وبنجلس غير متكامل هو دا اوشية مش موجود خالص يعني عارف والله يعني ولا تلميح حتى بس حالك ياهو انا عارف انه مش موجود حتى ولا تحريك بس انا لازم اسأل حالتك السؤال بالضبط بس انا بتكلم برده هل فيه امكانية للموافقة على تقصيد غرام الكهرباء لا خالص يعني انتو هتطلبوا بيها كاملة اه على فكرة هذا الملف ملف بالنسبة لنا مهم جدا 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 بنتحرك فيه في كافة الاتجاهات هرجع افكرك برضو احنا في ينايل لما الناس قالوا بقالهم شهرين ما عملوش حاجة ليه انا ارجي وهيخلص خلاص برضو اقع الكهرباء هم هيعملوا امتى كهرباء فيه جماعة تحركات ما ينفعش ان احنا كل ما نعمل حاجة احنا عملها كاذا عملها كاذا الدنيا بطبوز ده مش عمل اصلا قلص استعينوا على خضاع حاجةهم بالكتمان اما الاعلام هيعرف الحاجات اللي تبقى تدي مؤشرات للرأي العام بشكل منضابط لكن دلوقتي وانت شغال في الملف لازم شيء من السرية لكن هل في هذه المرحلة احنا من تحركاتنا ان احنا نقصت غرامة الكهرباء على الاطلاق والحديث فيها داخل المجلس اصلا مرفوض من فكرة تأسيط خلص مرفوض تماما غرامة الكهرباء هو حق اصيل لجمهورنا الزمالك طيب ايه اللي هيتم من اجراءات خلال فتحة بس برضو خطين متوازين خط قانوني وخط دبلوماسي دبلوماسية اللي هو التواصل مع الاطلاف المحبة للترافين مع الكهرباء مع الوسطاء بالضبط كأي اجراء حد فينا طبيعي بيعمله لما يكون فيه مشكلة مع حد بيتكلم معه وبيتاخذ اجراءات قانونية طيب هاجه هيدخل الوسطاء طب هو اللعب ايه ان كان كهرباء بس خلال ايه ان كان فكرة ما معهوش طب المملك كبير طب نقصته طب خدوا جزء ويبقى الكو جزء طب عشان خطرنا تعرف الله ويحنا نقول لا طب الدولار بيزيد طب طب هندفع بالمصر مش هندفع بالدولار هيا هتبع بالدولار ولا بالمصر الحكم بتاع بالدولار ويحنا هننافس حكم المحكمة بس ان شاء الله الدولار ما يزيدش حتى برضو يقدر يدفع ان شاء الله ما بقاش فيه زالة في الدولار وتستقرر الأمور بتصديق مصر كل هذي الأمور مش مش هتتم ولا عشان خطري طب اجعل عب عندكم شوية طب طب نجيب تلات لعيوية طب لا ما تخلص قلني يعني بجيب لك كل الأمور اللي ممكن تتحكي بص يا رسول السلام احنا كنا في أشد الأزمة أثناء فاق القيد كنا يعني يا جماعة يعني شوفوا لنا حل الدنيا يعني صعبة جدا بتاع عشان القيد تغيير اتنين ونص انت عايز فلوس عايز اتنين ونص مليون دولار ايه اتنين ونص مليون دولار اتنين ونص مليون دولار اه فبالتالي انت كنت في ظل الأزمة العنيفة دي مفيش أي تنازل عملته عشان تاخد فلوس بأي شكل من الأشكال صح؟ فبالتالي بعد انتهى الأزمة فيش مبرر ليه كمان انك تاخد بتعمل يعني بقدم تنازلات يعني يعني مفيش بص 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 لأي قبول لفكرة تقصيد غرامة كهر لا لا على الإطلاق لهذا السبب تم التعاقد مع محامي تونسي بدلا من المحامي الإطالي مش بدلا لسنا موجود على فكرة مين قل بدلا؟ وإحنا صباحنا قلنا بدلا؟ عشان تنسحب منه الأوراق اللي حصب بملفة ضيك بها موجود ومسك ملفات كتيرة احنا في مجموعة يعني مستشارين قانونيين موجودين اللي هو المحاميين وكلهم على قدر كبير جدا وبينسقوا مع بعض ممكن ده الملف ده يبعد خطوة ده يقرب خطوة ده شغل لتنصيق قانوني أنا شخصيا أنا مش بداخل في تفاصيله ولكن أنا بتكلم على احنا ما فيش فينا حد أبدا ذكر إن المحامي الأصل يعني تم الاستغناء عنه في أي شيء في غضون قد إيه الموضوع ده يتحسب؟ غراملت كهرباء والله يخلينا يعني هو قريب إن شاء الله بس طبعا مش هغري تاريخ محدد يعني لأن فيه إجراءات بتتبع على بس حسب هذه الإجراءات هيقولولنا إن شاء الله التوقيت إمت يعني فيه شقة مساء في الفترة اللي جايها هتبعت للفيفا مجددا علشان يتم تطبيق بس كل الإجراءات القانونية خارج مصر وداخل مصر هتتبع وقبل هذه الإجراءات القانونية فيه إجراءات أخرى من التواصل بتتبع إحنا بنعمل كل الإجراءات اللي بيها نقدر ناخد حقنا كويس وفي المرحلة الحالية بعد ما ارتاحنا من موضوع القيد فكرة إنك تتكلم في هذا الشأن هيبقى أسهل لك كمان أريح لك أنت مش مضغوط أو زي طبعا مضغوط برضه عشان باتحط شايفة من إحنا خلصنا كل حاجة مضغوطين لكن مش زي لفترة القيد قول لي أهم حاجة طبعا يعني حرائق طلعت بيها كدكتور حسام وإنت موجود في الزيارة النادي الأهلي لنادي الزمالك يعني أنت بينك وبين نفسك إن نادي الزمالك عظيم عظيم نادي الزمالك عظيم مش أحسن نادي بس أو النادي الأكبر في مصر لا أنا شايف أن نادي الأكبر في الوطن العربي وأفريقيا والعالم نادي عظيم له تاريخ له جمهور كبير تلبيت الزيارة دي لها معاني كتير جدا هذا الشكل اللي أمامنا دلوقتي والارتياح في الجلسة الموجودة بين الطرفين والكلمات اللي تقالت من هنا ومن هنا بيقول لنادي الزمالك وكده على المصاري الصحيح نادي الزمالك استعاد زيارة كالمفروض تحصل من عشرات السنين ولم تحدث هذه الزيارة وعلى فكرة حمش أول ناس عملنا الزيارة دي يعني